كشفت تقارير صحفية أن قائدي الطائرة الأثيوبية المنكوبة بوينغ 737 ماكس اتبع كل الإجراءات من أجل تفادي الكارثة إلى أنهما لم يتمكنا من استعادة السيطرة على الطائرة وتسبب تحطم الطائرة الأثيوبية بقتل جميع ركاب الطائرة وأفراد الطاقم البالغ عددهم 157 شخص كما تسبب باتخاذ كثير من الدول قرارات بمنع تحليق الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس